في زيادة في الوقود المرسل لغزة والهيئة العامة الاستعلامات اكدت انه هيكون في زيادة وبتكسف الجهود انه هما يدخلوا اكبر مساعدات ممكنة عشان يساعدوا اخواتنا في غزة والزيادة هتكون الكمية هتكون من 129 الف لتر لمية تسعة وتمانين الف ده في اليوم بالاضافة لشاحنات برضو غاز منزلي بدأت تدخل من مبارح كمان احسن دي زيادة ملحوظة دي زيادة كبيرة ودي حاجة حلوة فعلا لانه الفترة دي الغاز المنزلي اكيد هيفرق عشان البرد وكده معاهم فده دي حاجة حلوة وهو الوقود يعني زي ما احنا عارفين الوقود من غيره يعني مفيش اي حاجة بتحسن هو السبب لقل الشاحنات اصلا بتاعت المساعدات فمن غيره فعلا مفيش اي حاجة وبرده يعني موضوع ده كان شوية كونتروفيرشال عشان الناس عمارة تقول ان معبر رفح مقفول والسلطات المصرية اعلنت واكدت كزا مرة المعبر من الناحية المصرية هو مفتوح ويعني هيفضل مفتوح والمساعدات بتدخل من جانب المصري دي برضو حاجة يعني كنت عايزة اوضحها شكرا 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 اشتركوا في القناة للمشاهدة